قطعت حكومة بغداد وأربيل الطريق على المتصيدين بالماء العكر من الكارهين للإقليم والشوفينيين الجدد بعد التوصل إلى تفاهمات مهمة بين وزارتي المالية الاتحادية ووزارة المال والاقتصاد في الإقليم بخصوص رواتب موظفي كردستان وضرورة إبعادها عن المزايدات السياسية وخلال اجتماع عقدت ثلاثاء في العاصمة الاتحادية بغداد اتفق وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية أوات شيخ جناب وحضور عدد من المستشارين مع الكتل الكردستانية على توحيد المواقف حيال مسألة حقوق إقليم كردستان وحصته من الموازنة وذلك قبيل لقاء اللجنة المالية النيابية وتؤكد تقارير أن وفد الإقليم قدم لوزيرة المالية في الحكومة العراقية واللجنة المالية في مجلس النواب الوثائق الرسمية والمستندات التي تثبت صحة القوائم المرسلة والمتضمنة أعداد الموظفين وعناوينهم كخطوة أولى لحل المشكلة جذريا بإبعاد الرواتب عن النفقات الفعلية للإقليم من حصته في الموازنة الشيخ جناب أكد أن بحث المشكلة تم بكل صدق وشفافية مشددا على أن اللجنة المالية في مجلس النواب ووزيرة المالية الاتحادية أبديانية صادقة لمعالجتها وعلى صعيد متصل تنظر المحكمة الاتحادية في التاسع والعشرين من هذا الشهر في دعوة رفعها ألمين العام لحزب الأمة العراقية محمود العجيلي لإبعاد الرواتب موظفي الإقليم من الخلافات السياسية وعن النفقات الفعلية في الموازنة ويستند هذا الموقف المشرف من حزب الأمة العراقية على مواد دستورية تؤكد حق الإقليم في الإدارة وفقا للنظام الفيدرالي وكانت نائبة رئيس اللجنة المالية إخلاص الدليمي أكدت في وقت سابق أن إقليم كردستان إقليم دستوري وفيدرالي لذلك لا يجوز ربط رواطب موظفيه بالراتب الاتحادي فيما أوضح وكيل وزارة المالية العراقية مسعود حيدر أنه بالاستناد إلى المادتين الدستوريتين السابعة عشرة بعد المائة والحادية والعشرين بعد المائة يجب أن تتم جميع المعاملات بين إقليم كردستان وبغداد من خلال المؤسسات الرسمية لدى الجانبين